اشتركوا في القناة يكشب يفهم وروحك يعلم تجمد كلامك ما أحلى مكان جوّقني ربي حلاوة كلامك ويغلى عليها يا ربي كتابك عناية تشوفك ويلبسني صوتك حضورك وسرتك فعمري بان أهلاً وسهلاً بك عزيزي المشاهد سفر المزامير يتكلم عن المسيح في آلامه وأمجاده كما أنه أيضاً يتكلم عن ضيق الأمة في المستقبل وبركات الله للأمة في زمن ملك المسيح الألفي أدعوك لمرافقتنا في دراسة سفر المزامير في فاحصين الكتب أهلاً وسهلاً بك بنعمة ربنا بنبدأ في مجموعة جديدة بتسمى مجموعة الهليل متكونة من ست مزامير 113, 14, 115, 116, 117 وأخيراً 118 وأعتقد فيه إشارة إلى هذه المجموعة وردت في الأناجيل الإزائية إنجيل متى مثلاً ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون لما بيقول سبحوا دي المرة الوحيدة اللي نقرأ عن المسيح وتلاميذه إنهم سبحوا قالوا إيه؟ الأرجح عند كل المفسرين تقريباً أنهم نطقوا بمزامير الهليل من 113 إلى 118 دي كانت دايماً بتتقال في عيد الفصح بعد ما يحتفلوا بأكل الخروف كانوا يسبحهم يقولوا هذه التسبحات بس المسيح إحنا فاكرين إنه لما أكل عيد الفصح ما كانش عيد فصح عادي لكن قال لتلاميذه شهوة اشتهيت أن أكل هذا الفصح اللي هو آخر فصح رمزي قبل أن يتم الفصح الحقيقي لأن المسيح فصحنا قد زبح لأجلنا فبعد ما أكل الفصح وبعد ما سبحهم خرجوا إلى جبل الزيتون لكي يذهب إلى بستج السيماني ومنه يلقى القبض عليه ويذهب للمحاكمة ومن الضغط المحاكمات ومن الدينونة أخذ وذهب إلى الصليم لكي يكون هو الحمل الحقيقي لخلاصنا هذه التزبحات اللي زي ما قلت بتنتهي بمزمور 118 لو رجعنا إلى مزمور 118 وتذكرنا ماذا قال المسيح في آخر تسبيحة لي في مزامير الهلل نقرأ الكلام ده أنه أوثق الزبيحة بربط إلى قرون المسبح دي كلمات المسيح الأخيرة وهو في العلية قبل ما يمضي إلى بستانج الثيماني ويصلي ويقول للأب إن أمكن ولكن لتكن لا إراداتي بل إراداتك لقد أوثق المسيح مش بقيود الإمبراطورية الرومانية الغاشمة ولا بقيود الناس اليهود الأردية اللي عايزين يموتوا المسيح لكن تلت قيود كانت ربط المسيح قيود محبته للآب ولينا قيود طاعته لكلمة الله إتمام المكتوب كيف تكمل الكتب لذلك أوثق المسيح بربط حتى قرون المسبح حتى الصديق ألفت النظر نحن درسنا مزمور 118 بالكامل في السياق درستنا للمزامير المسيحية وحنبتدي بنعمة ربنا ندرس من الأول 113 إلى 117 التسبيح امتياز مبارك لشعب الله أن يقدم الحمد والعبادة لله من ثمر شفاه معترفة باسم الرب وهو واحدة من ذبائح العهد الجديد الروحية التي تسر وتشبع قلب الله وهي واحد تقديم أجسادنا أي تكريسها لخدمة الرب اثنان فعل الخير والتوزيع على الفقراء والتضحية بالمال لأجل انتشار الإنجلي ثلاثة ذبيحة التسبيح والحمد للرب لأجل مراحمه ولأجل شخصه وصفاته وقد علمنا الكتاب أننا نستطيع أن نعبر للرب عن فرحنا عن طريق واحد مزامير وهي عبارة عن تعبد لله لأجل مراحمه وإحساناته وصلاحه وأمانته معنا في كل مواقف الحياة التي اختبرناها هي اختبار روحي حدث معي أعبر عنه بكلمات حمد للرب اثنان تسبيحة وهي المشغولية بالرب في ذاته وصفاته وليس فقط لأجل أعماله ومراحمه بل هي تلذذ بسجاياه وشخصه في قدسته وأمانته وبره وثباته وقدرته وسلطانه وكل ما هو عليه من كمالات أعلنها لنا في كلمته ثلاثة أغاني روحية هي كل تعبير عن أشواقنا للخدمة والتكريس والطقوى والشهادة وتحريض بعضنا بعضا على المحبة والعيشة المسيحية التقوية فما أحلى أن ينطق الفم بتسبيح الرب ويمتلئ اليوم كله بتسبيح الرب بل الحياة كلها هللويا سبحوا يا عبيد الرب سبحوا اسم الرب ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد من مشرق الشمس إلى مغربها اسم الرب مسبح الرب عالا فوق كل الأمم فوق السماوات مجده من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي الناظر الأسافلة في السماوات وفي الأرض المقيم المسكين من التراب الرافع البائسة من المزبلة ليجلسه مع أشراف مع أشراف شعبي المسكن العاقرة في بيت أم أولاد فرحانة هللويا المزمور اللي سمعناه دلوقتي مزمور 113 اللي هو بداية مزامير الهليل بنلاحظ أن هذا المزمور الجميل ما هوش كبير لكن بيبتدي بكلمة هللويا وبيختم أيضا بكلمة هللويا وليه فكرتين بيكلمنا عن عظمة الرب وأيضا عن تواضع الرب خليني أسميه زي ترتيلة كنا برتلها زمان العلي الوديع أسمي هذا المزمور العلي الوديع أو العظيم الرحيم وعادة العظمة تتنافى مع الرحمة عادة يعني الواحد لما يكون عظيم بيبوصل الناس الغلابة دول نظرت يعني غير موجود دول نسمى لهمش قيمة لكن مش ده المسيح اللي احنا نعرفه مش ده المسيح اللي قال لنا في إنجلوقة الصحة 14 إن إنسان عمل عشاء عظيم ودعى كثيرين ودعى الأكابر بس كله استعفى وبعدين قال للعبد بتاعه اذهب إلى مفارق الطرق وأدخل إلى هنا أول ناس يدخلهم في وليمته العظمة المساكين والجدع والعرج والعومي يعني قبل ما يتكلم عن جدع وعرج وعومي بيتكلم عن ادخل المساكين قد ربنا غالي عليه مساكين الأرض بص كده عدد أربعة الرب عالم فوق كل الأمم فوق السماو فوق السماوات مجدهو من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي الناظر الأسافل في السماوات وفي الأرض يلفت النظر أن كلمة يسبح وردت ثلاث مرات في الثلاث أعداد الأولى سبحوا الرب وبعدين يقول سبحوا اسم الرب وبعدين يقول في آخر عدد ثلاثة اسم الرب مسبح وعايزين نسأل بعض الأسئلة من الذي يسبح وإلى متى يستمر التزبيح ونطاق التزبيح نحن نفهم أن التزبيح سيكون بصورة أشمل في يوم لاحق لكن في الحيئة الآن الذي يسبحه مع بيد الرب كل موما حقيقي اختبر المسيح مخلص من حقه أن يسبح في حاجة اسمها ذبيحة التزبيح أي ثمر شفاه معترف باسمه لكن من النطاق الآخر إلى متى يستمر التزبيح يستمر من الآن إلى الأبد يعني في كل جيل وعاصر فيه مؤمنين بيرتلهم ويسبحهم وسيكون في أجواء الأبدية ترنمات لا تنتهي لكن كمان في حاجة تانية نطاق التزبيح من مشرق الشمس إلى مغربها في كل بقعة من بقاع الأرض يوجد خاصة للرب شعب مفدي يترتل ويسبح متذكراً على سنة الرب خيوسف قال لنا أن الجزء الأول بيتكلم عن عظمة الرب والجزء الثاني من المزمور يتكلم عن اتضاع الرب ورحمة الرب وهو ينظر إلى المتضاين إلى الفقراء إلى البائسين وعظمة الرب تبان في حاجتين أن اسمه عظيم وعرشه مرتفع وعالي ليه اسم؟ غير أي اسم غير أي اسم موجود على الأرض على أي ملك أو سلطان أو وزير أو رئيس أو أي إنسان اسمه إيه؟ لما بيقول هاللويا سبحوا يا عبيد الرب سبحوا اسم الرب ليكن اسم الرب مبارك وقال لنا زمان ومكان الزمان قال من الآن وإلى الأبد لا يتوقف إكرام اسم الرب عنده نقطة من الزمن سيستمر الإكرام إلى أبد الأبدين طب والمكان قال من مشرق الشمس إلى مغربها اسمه الرب مسبح وده الإسم الوحيد اللي يفضل يكرم من الآن وإلى الأبد وفي كل مكان في بعض الملوك جاءوا على مسرح الأحداث كليهم يعني صولجان وملك الناس اديتهم الكرامة بس راحت الملوك وراحت الكرامة ما قدرش أقول على أي اسم جاء على هذا الزمان أن له الكرامة إلى الأبد إلا الإسم الغالي اسم ربنا وحبيبنا يسوع المسيح ستكثو باسم يسوع كل رجبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآن فياسمه عظيم عرشه مرتفع الرب فوق الكل الرب عالي فوق كل الأمم أيا كانت السيادة الأرضية رئيس أو ملك أو إمبراطور لكن الرب عرشه فوق الكل العلي المتسلط في مملكة الناس وقريبا كل ممالك العالم ستصير للرب ومسيح في أول هذا المزمور اسم الرب ييجي تلات مرات في عدد واحد عدد اتنين وفي عدد تلاتة وجميل لما نقرأ في مزمور واحد وتسعين ورفعه لأنه عرف اسمي فين الاسم اللي بيجلب لنا بركات ده بيقول لنا غفرت لكم الخطايا من أجل اسمي يستجيب الرب صلواتنا إذا قدمناها في اسم المسيح إذا اجتمعنا إلى اسمه يكون في وسطنا بركات كثيرة حياة أبدية لأننا عرفنا اسم المسيح أعتقد التزبيح الحقيقي ليه حيسيات وإحنا هنا قدام حيسيتين للتزبيح الحيسية الأولى لما هو الله في ذاته والحيسية التانية اللي بيعمله مع شعبه عن الله في ذاته بنقرأ الأعداد أربعة وخمسة الرب عالي فوق كل الأمم فوق السماوات مجده من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي وعن ما يصنعه مع شعبه نشوف قد إيه رغم هذه العظمة الناظر الأسافل في السماوات وفي الأرض قد كده مشغول باللي في الأرض ويتعامل له كل المجد مع العينات التي تحتاجه مع المسكين ومع البائس ومع العاقر ويكرمها هذه العينات إذن من خلال عظمته الشخصية ومن خلال صريعه مع شعبه يستحق التزميع مناسبة قراءة هذه المزامير كما سمعنا لكن ما يقول التاريخ اليهودي أن مزمور 113 و114 كان يقرأ ويرنم به قبل وجبة الفصح لكن بعدما ينتهوا من وجبة عشاء الفصح يرنموا باقي المزامير الغاتمية وطمانتاشر وليه في الفصح؟ لأنهم تذكروا اللي عملوا الرب بالنسبة لهم بالنسبة لشعب بالنسبة للأمة ولدت الأمة في خروجها من أرض مصر بس كان فيه ثمن الدفع دم خروف الفصح عشان كده وهم بيأكلوا الفصح كانوا بيذكروا غلوتهم على قلب الرب الكبير العالي المرتفع ذو الإسم الرفيع والعرش الرفيع اللي هو تقال عنه في الأعداد واحد واثنين وتلاتة وأربعة يرتبط بالمصدرة وغير الموجود يربط نفسه بجماعة في معاجن الطين أعتقدوا هم بيرنموا يفكروا كده أباؤنا كانوا مزلولين في أرض مصر جماعة في معاجن الطين بيشتغلوا صخرة لكن العالي المرتفع يربط نفسه وإسمه العظيم بالمجموعة دي يمكن ده معنى الأقوال اللي جاية إنه المقيم المسكي من الطراب الرافع البائس من المزبلة ربط اسمه بيهم وهو بيبعت موسى يدخل قدام فرعون يقوله اطلق شعبي تربط اسمك بهذا الشعب آه وتربط نفسك بهذا الشعب أي رفع لهذا الشعب تساوي رفعة إنه هم ارتبط اسمهم باسم الرب بيقوا شعب الرب جماعة الرب المزمور بيكلمني عن الجو المفروض يكونوا هم فهمينه وعيشينه لده الله الأعلي العظيم اللي بيتعامل مع المساكين ودي الطرية الوحيدة للإقترب من الله لكن عدت الهيام وبقى يهم الشعب دوت البيت مش رب البيت كل اللي همهم يروحوا للهيكل يعملوا شوية حاجات بغض النظر عن الهيكل اللي تتحول لإيه في يام المسيح لما جاه بس رب ازدمهم في أشعيه ويرجحهم تاني للمكان بتاعه اللي هم السماوات كرسية والأرض موطق قدمية أين البيت لازل تبدوني وأين مكان راحتي أسرح فين وكل هذه صناعات هدايا وإلى هذا أنظر إلى المسكين والمستحق الروح والمرتعد من كلامي يرجعنا الرب تاني للمنظر اللي هو عايز يشوفه عايز يشوف حوالينا يسعى عارفين أنه هم مساكين لكن ارتبطهم بالرب هو اللي بديهم النعم والحق أنهم يقتربوا إليه يلفت النظر من عدد ستة إلى تسعة العينات المختلفة التي يتعامل معها الرب النظر الأسافل في السماوات وفي الأرض أولا المقيم المسكين من التراب اتنين الرافع البائس من المزبلة تلاتة المسكن العاقر في بيت أم أولاد فرحان وأعتقد الثلاث عينات دي يشيروا من جانب إلى الخاطئ البعيد عن الرب الخاطئ في بعضه عن الرب مسكين نعم وفي بعضه عن الرب بائس وفي بعضه عن الرب مثل العاقر التي بلا ثمر لكن بالإيمان بالمسيح يتبدد الحال هذا المسكين يغنيها الرب بغنى جزيل في حاجة اسمها بارقنا الله أبونا بكل بركة روحية في السمويات في المسيح هذا البائس يدخل إلى عائلة ما أمجدها عائلة أولاد الله وهذا الذي كان بلا ثمر ممكن يتمي فيه كلمات في ليب واحد مملؤين من ثمر البر الذي في المسيح يسوع لمجد الله ولحمده فيتبدل الحال تماما للمسكين وللبائس والذي بلا ثمر إن آمن بالمسيح إيمانا حقا الجزء الأخير اللي أشرت إليه في عدد تسعة المسكن العاقر في بيت أم أولاد فرحانة نقدر نفكر في الآية دي بمعنايين أو في التجاهين فعلاً في عواقر كتار في كلمة الله والرب أداهم بضرية إحنا عارفين لغاية النهاردة مع تقدم العلم لكن العقم ملوش علاج مرات كتيرة أو في أغلب المرات لكن لما نبص في قصص الكتاب المقدس مثلاً رفقاً ما كانش عندها أولاد كانت عاقر لكن ربنا أداها زينة الأولاد إسحاق اللي ما تلاقيش زي وبعدين تفكر كمان في رحيل وكانت عاقر وربنا برضو أداها ولد وبردو أقول إن ما فيش زي وحنة أم صموئيل كانت عاقر وربنا أداها ولد وأقول برضو ما فيش زي وأم شمشون برضو كانت لها نفس المشكلة وأخدت شمشون شمسي وأقول أيضاً عن ألي صباط أخدت أعظم المولودين من النساء وكانت عاقر يعني شيء رائع إن الرب المسكن العاقر في بيت أم أولاد فرحانة لكن بالإضافة إلى هذا الطبيق المباشر لما بفكر في واحد زي نعمي هي مش عاقر بالمعنى الحرفي لكن عاقر بالمعنى الأدبي خلاص ما فيش أمل فيها على الإطلاق كبرت وبعدين ولديها اللي اتنين ماتوا ممكن تبقى إيه رجعت معاها رعوص ونقرأ عن رعوص هذه لما ولدت عبيد الجرات قالوا إيه قالوا مبارك الرب الذي لم يعدمك وليا اليوم لكي يدعى اسمه في إسرائيل ويكون لك لإرجاع نفس وأعالة شيبتك لأن كنتك التي أحبتك قد ولدته وهي خير لك من سبعة بنين ده اللي بيقول هنا مسكن العاقر في بيت أم أولاد فرحانة وبعدين فأخذت نعم الولد ووضعته في حضنها وصارت له مربية وسمته الجرات اسما قائلات ولد ابن لنعمي عجيب أوي هي ومش ابن نعمي بس من الناحية الأدبية إنه ابن نعمي ودعونا اسمه عبيد هو أبو يسة أبو داود وداود هو الملك اللي منه حييجي ملك الملوك ورب الأرباب ما أعظم إلهنا في تعاملاته معنا يمكن لكلام ده رب بعته لحد وصل لحالة مزرية جدا سواء في خطايا أو حتى مؤمن بعد عن الرب وصل إنه مسكين إنه باقس إنه حاسس إنه يلوش أي سمر مرة تانية رب بيشجع أي واحد بيشهدنا في الوقتي إنه يرجع للرب لأن الرب عنده إنه يغير الحال تماماً ويدي سمر تكون مبارك لمجد الله لما بيقول في عدد سبعة المقيم المسكين من الطراب الرافع البائس من المسبلة ليجلسه مع أشراف مع أشراف شعبي الدرجة الرفيعة التي أوجد فيها الرب البؤساء أنهم يجلسوا مع أشراف شعبي وده أقصى حاجة كان ممكن يتمناها اليهودي لكن الحقيقة الكنيسة ليها مركز ثاني مختلف مركز عالي جداً يا ترى هم فين هم كانوا في المسبلة كانوا أوحش من كده بكتير هم كانوا ايه يقول عنهم في رسالة أفاسوس كنا أموات بالزنوب والخطايا كنا أبناء المعصية كنا أبناء الغضب لكن الله من أجل رحمته الكثيرة وصل إلينا بغنى النعمة والرحمة الكثيرة والمحبة الكثيرة طبعاً ما ليه قال عننا أحيانا وأقامنا وأجلسنا دبت فينا الحياة وأقامنا بعدنا عن دائرة الموت ودنا فيه مش مع الشرفاء أجلسنا معاً في السماويات حيث المسيح جالس ارتبطنا به وحياتنا الآن مستترة مع المسيح فالله المكان اللي فيه المسيح إحنا فيه والمركز اللي فيه المسيح إحنا فيه لأنه بعد ارتبطنا بالمسيح ما بقيناش غرب عنه إحنا بقين أعضاء جسده حيثوما يوجد الرأس يوجد الجسد بتكلم عن المركز والمقام فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلوبوا ما فوق حيثو المسيح جالس مش جالسين مع أشراف الأرض لكن إحنا جالسين مع الكريم الجالس فوق جميع السماوات جميل التعبير اللي جا في عدد أرباء عن الرب الرب عالي فوق كل الأمم فوق السماوات مجده كون الرب أعلى من الجميع زي ما بقول المراني انفثق أن ربك فوق الجميع شيء يملأ القلب الطمأنينة لا نخاف من كائن من كان الأمم كلها بأسرها قدام الرب لا شيء لما يقول الكتاب عن الرب كده أن كل الأمم كلا شيء قدام كغبار الميزان يحسبوه كنقطة من دل واعتقد دل في يوم من الأيام ملأ قلب داود بالطمأنينة والسكينة عندما قال إن نزل علي جيش لا يخف قلبي إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن عادت سبعة المقيم المسكين من الطراب الرافع البائس من المزبلة أفتكر كان فيه واحد قاعد في الطراب اسمه بارتماوس ابن تماوس الأعمى أعمى وشحات وطبعا ما كانش فيه الشوارع متسفلت زي النهاردة فقاعد قاعد في الطراب هيعوض فين يعني بس ربنا قومه وجلسه مع الشرفاء كلمة بارتماوس ابن المستنير مع النعمة وابن تماوس يعني عالي القدر يعني هذا المستنير صار عالي القدر مع أنه في الحقيقة شحات من مدينة اسمها أريحة مدينة اللعنة وكان أعمى فيه غلب أكتر من كده لكن شكرا لله أقاموا وتبع الرب في الطريقة عند خروج اسرائيل من مصر وبيت عقوبة من شعب أعجم كان يهوذ مقدسه واسرائيل محل سلطانه البحر رآه فهرب الأردن رجع إلى خلفه الجبال قفزت مثل الكباش والآكام مثل حملان الغنم ما لك أيها البحر قد هربت وما لك أيها الأردن قد رجعت إلى خلفه وما لكن أيها الجبال قد قفزتن مثل الكباش وأيها التلال مثل حملان الغنم أيتها الأرض تزلزلي من قدام الرب من قدام إله عقوبة المحول الصخرة إلى غدران مياه الصوان إلى ينابيعي مياه في المزمورة الأدامنا مزمور 114 منشوف أن الشعب بعد معانا في أرض مصر لسنوات كثيرة في الزل والعبودية القاسية تمرمرت عيشاتهم لكن جاءت اللحظات التي فيها أخرجهم من رب بيد قوية وزراع ممدود فهو يذكر هذه الحادثة ويقول عند خروج إسرائيل من مصر وبيت يعقوب من شعب أعجم كان يهودا مقدسه وإسرائيل محل سلطاني لم يختار الرب هذا الشعب لأنه الأكثر عدداً أو لأنه في شيء ميزم عن باقي الشعوب لكن اختيارهم كان من منطلق النعمة وحدها وتميز هذا الشعب وتشرف بسكن الرب بينهم وأنه كان موجود الرب وسط هذا الشعب لكن بعد كده يذكر لنا بعض الأحداث التالية للخروج التي تعبر عن كيف أن الخليقة بأسرها ترتعد أمام خالقها تكلم عن البحر ويتكلم عن الأردن ويتكلم عن الجبال ويتكلم عن الأكام فيقول عن البحر البحر رآه فهربا الأردن رجع إلى الخلف وكانه يذكر شيء في بداية الخروج من أرض مصر ويذكر حادثة أخرى قبل الدخول إلى الأرض الموعد الحادثة الأولى التي ذكرها بعد الخروج من أرض مصر يشق البحر الأحمل والحادثة الأخيرة التي ذكرها قبل الدخول إلى الأرض هو شق نهر الأرض ومن الذي ليه سلطان على البحر أو النهر إلا الرب مكتوب عن الرب حكتين له البحر وهو صناعهم ومكتوب أيضا يده سباكة اليابسة وهنا بنشوف سلطانه على البحر اللي انشاء ونشوف سلطانه على الأرض التي سباكتها يده الجبال التي قفزت والأكمل التي تراجعت أمام سلطانه ده زمن الخروج والمزمور ده من إجمال المزامير التي تتذكر الفصح وتتذكر خروج شعب الله من أرض مصر والخروج ده يعني نقلة في حياة الشعب ولادة الشعب في هذا التوقيت عشان كده الأمة تتذكر دائما نقطة الانطلاق وعلاقتها بالله وهو الفصح وخروجها من أرض مصر ولو هتقرى في كل تاريخ الشعب كلما يتذكرون يوم الخروج وسنة الخروج قلبهم يفيد بالشكل للرب لأنه استعلن الرب قدامهم باعتباره الرب اللي حبهم الرب اللي دافع عنهم الرب اللي خلصهم وأقدر أشوف في الأصاح ده عدة أفكار أقدر أشوف أمانة الرب وأقدر أشوف سلطان الرب وأقدر أشوف محبة الرب وأقدر أشوف سخاء الرب أمانة الرب في خروج شعبه من أرض مصر هو أمين تجاه موعيده وكان سبق وإد دواعت أن شعبه هيطلع من أرض مصر آه سبق قبل كده بكتير لما قال في كلام رائع لإبراهيم في تكون خمستاشر إعلم يقينا أن نسك سيكون غريبا في أرضه أنت ليست لهم هيتعبوا هيستعبدوا وهيتزلوا لكن هطلعهم بأملاك جزيلة استفى نصف عزته الشهيرة في أعمال سبعة بيتكلم عن قرب الموعد ولما كان الموعد يقرب لما جه المعاد الله بدأ يتحرك لأن المعاد المحدده ومعاد خروج شعبه وتتميم موعيده التي قطعها لإبراهيم وإسحاق ويعقوب فأمانة الله تجاه موعيده ما فيش حاجة تعطل أمانة الله لغبأنا ولا جهلنا ولا محاربات الشيطان ولا مؤمرات الأعداء أمانة الله لا يتمكر لصفاته ولا يغير ما خرجه من شفتيه فخروج شعب الله من أرض مصر علامة على أمانة الله تجاه شعبه وتجاه موعيده التي قطعها للأباء لكن كمان الله الأمين قادر أشوفه الله ذو السلطان صاحب السلطان عامل يهو بيطلع شعبه البحر قدامه يشق البحر الجبال قدامه تقفز الجبال ما فيش لعوائق برية ولا مائية توقف قدام تنفيذ مخطط الله ترشد برأفتك الشعب الذي فديته تهديه بقواتك إلى مسكن قدسك بس المسافة طويلة بين المانع المائي ده والمانع المائي ده البحر الأحمر ونهر الأردن الرب يقدر يمشي شعبه في برية ويحملهم على أجناحة المصور ويأتي بهم ويزرعهم في هذا المكان لكن الحاجة اللي لم سأل بمحبة الرب إن ارتضى إن يحل في وسط هذا الشعب اختار الشعب ده واختار وسط الشعب عشان يكون مقدسا له يكون له مكان ويسكن فيما بينهم فيقول كان يهوذة مقدسة هو إسرائيل محل سلطان تختار دول يا رب وتحلف وسطيهم وتبقى ساكن معاهم قلب الرب شفنا أمانة الرب شفنا سلطان الرب شفنا قلب الرب وبعد كده شوية هنشوف كمان جود الرب لما يطلع لهم مية من الصخر من صوان الصخر رضا الساكن في العليقة علايقة شجر شو وبعدين الله العظيم يرضى أن يسكن في العليقة هو كده هو الإنسان ما هيزيتش عن سمر شو أحسنهم مثل العوسة أعدالهم من سياج الشو لكن رضا رضا رضبية وحن علي في شق البحر بنشوف جانب رمز جميل وفي شق الأردن جانب رمز آخر مكمل في شق البحر بنشوف موت المسيح لأجلنا وفي شق نهر الأردن بنشوف موتنا نحن أيضا مع المسيح ففي صليب المسيح المسيح مات نيابة عننا كان ممثلا لنا لكن كمان نحن أيضا موتنا مع المسيح إنساننا العتيق قد صلب أيضا معه ليبطل جسد الخطيك ونقدر نقول إن موت المسيح لأجلنا فصلنا عن العالم وعن الشيطان وعن الخطيئ وموتنا إحنا مع المسيح دخلنا إلى دارة البركات وده فعلا اللي بنشوفه في تعليم العهد الجديد الواضح يعني مهمة قوي إن المسيح مات لأجلنا عشان كل الماضي ينتهي وجميل جدا أننا نموت مع المسيح لكي يمكننا أن نستمتع بكل بركات في زهن الرب من نحونا بداية المزمور يقول عند خروج إسرائيل من مصر وبيت عقوب من شعب أعجم كان يهوذى مقدسه وإسرائيل محل سلطانه وباقي الأعداد تقول لنا إن الرب في مكانين بالنسبة لشعب في مكان قدامهم وفي مكان في وسطيهم قدامهم بيعمل إيه؟ بيهديهم بيقودهم بينه وبين الأعداء هو اللي ماشي قدامهم كان إزاي الشعب هيقدر يواجه البحر إن ما كانش الرب قدامه كان إزاي الشعب هيواجه آلام الطريق ومفاجآت الطريق لو لم يكن الرب يسير أمامهم فقدر أشوف الرب قدامهم يعني يقودهم يعني البحر يهرب منه يعني الأردن ينشق ينفلق على شانه يعني الرب بيزلل كل الصعوبات لأن الرب ماشي قدامهم آه طبعا نشق قدامهم ودي القيادة لكن أشوفه كمان في وسطيهم يقول كان يهوذا مقدسة وإسرائيل محل سلطانه ووسطيهم يعني هو المركز مش بس للعبادة للإحترام والتقدير هو المركز نحن مش بندور حوالين زواتنا لكن لينا مركز الإعجاب والإكرام والإجلال والبهاء كله يروح ناحية المركز منظر خيام بني إسرائيل جميل بس لما يكون خيمة الاجتماع فوسط هذه الخيام كانت خيام بني إسرائيل كلها حوالين خيمة الاجتماع الرب في الوسط الرب في المركز عمليا أقول عندما يكون الرب في المركز هو المحور هو المركز اللي بندور حواليه نعجب بي ننشاغل بي حياتنا كلها تدور حوله قائمة عليه ده شيء تاني مختلف عن التمركز حوالين الزات والأنانية وكل واحد شغال لنفسه وبيعمل حساب لنفسه فالرب في وسط شعبه هو المركز الرب قدام شعبه بيواجه بدلا منهم كل التعديات وكل التحديات وكل المقاومات للدرجة اللي فيها كل الموانع المائية والبرية تزول من أمام الشعب عشان الرب ماشي قدامه نشوف كمان حاجة جميلة إن تعداد الشعب اللي خرج لا يقل عن اتنين أو تلاتة مليون لكن لم يقل الكتاب أن البحر رآهم فهرب لا يقول البحر رآه فهرب لأنه يعرف خالقه ويتفاعل مع سلطان الرب في مدى 14 السفينة اللي فيها 12 من رسل المسيح في وسط البحر معذبة من الأمواك واستمرت معذبة لحد ما جه الخالق جاء يسوع ماشيا على البحر ولما جه المسيح لكل المجد سكنت الريح والبحر وصاره ضعف ثلاث أفكار في هذا المزمور الجميل خلاص الرب عظمة الرب ونعمة الرب خلاص الرب بنشوفها من عدد ثلاثة لما يقول البحر رأى فهرب الأردن رجع إلى خلف الجبال قافزت الكلام ده كله بيورينا خلاص الرب بعد كده عظمة الرب لما يكلمنا كده ويقول لنا في عدد خمسة وستة ما لك أيها البحر قد هربت وما لك أيها الأردن قد رجعت إلى خلف ما لكن أياتها الجبال قد قفزتن مثل الكباش وأياتها التلال مثل حملان الغنم وبعدين أياتها الأرض تزلزالي من قدام الرب من قدام إله يعقوب آخر آية بتكلمنا عن نعمة الرب المحول الصخرة إلى غدرانيا الصوان إلى يانبيع مياه كانوا يعملوا إيه من غير إله زيدة كانوا يعملوا إيه كان أكيد حتنتيحاتهم أبشع نهاية وتأكلهم الجوارح والكواسر يعني حيبق أي غير كده لكن خلاص الرب مع عظمة الرب مع نعمة الرب كان فيها كل الكفاية مش بس بيهم لكن أيضاً لنا إحنا هذه الأمور جميعها أصابتهم مثالاً إحنا لنا الحقيقة مش الرمز ولا المثال لكن إحنا لنا خلاص الله اللي بان في الجلجوسة واللي فهمنا الجانبين بتوعه البحر رقاه فهرب اللي تقل عنه طوبة لمن إله يعقوب معينه هذا الإله يتقل عنه أنه هو أنه الأرض زلزلت من قدام الرب من قدام إله يعقوب لما يجي يعقوب بضعفه مشكلته خبته بكل اللي فيه ويلتصغ بها مثل هذا الإله الضمان رائع عظيم جداً كنا نشوف في عبور البحر الأحمر صورة لموت المسيح وأقدر أسميه الفداء لكن يختم هذا المزمور بالصخرة التي أخرجت المياه ودي أشوف فيها طبعاً في خروج 17 الكلام ده أشوف فيها صورة لعطية الروح القدس فدائماً بعدما مات المسيح تبارك اسمه وعمل عمل الفداء وقام من الأموات وصعد إلى السماء يوم الخمسين بعت الروح القدس الروح القدس ما يتخدش إلا عندما أتمتع بالفداء الذي أجراه المسيح على الصليب فبدون سفك دم لا تحصل مغفرة البعض بيظن أنه قد يستطيع أن ينال الروح القدس بالممارسات أو بمياه المعمودية أو بالانتماء إلى كنيسة أو بتسجيل اسمه في سجلات الكنيسة عطية الروح القدس أحصل عليها فور إيماني بالرب يسوع المسيح والتمتع بالفداء الذي به إذ أمنتم ختمتم بروح الموعد القدس وبيتكلم عن عطية الروح القدس قال لنا الكلام الجميل المحول الصخرة إلى غدران مياه الصوان إلى ينابيع مياه طبعاً اللغة الشعرية فيها نوع من التوازي بيؤكد الفكرة بجزء تاني من العدد لكن كمان أقدر شوف فيها نوعين من الصخرة شرب منهم الشعب في خروج 17 وفي سفر العدد أصحاح 20 في خروج 17 أقدر شوف المسيح الذي ضربه ليفتح الباب الذي يدخله مثلي لكن المسيح الذي ضربه مات وقم وارتفع وجلس فوق جميع السماوات ويعمل عمل كهنوتي علشان يعين شعبه علشان يخلص شعبه علشان يرثل شعبه ده مفهوم الشرب من مية الصخرة اللي جاية في سفر العدد أصحاح 20 العهد الأديم هو الكتب المقدسة اللي كان بيقرأ منها المسيح وهو هنا على الأرض منها أرى في الهيكل ومنها تكلم مع تلميذ وعلمهم ومنها رد على المقاومين عشان كده الحقيقة بتكتسب قيمة عظمى في عيننا ومنحب أن احنا ندرسها ونفهمها عشان كده بندعوك صديق المشاهد لمتابعتنا في درس العهد القديم في فحصين الكتب موسيقى موسيقى